السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل مراجعتنا للصف الثالث الثانوي درس الحرارة والضغط الجوي اولا يقاس الضغط الجوي في محطات الارصاد الجوية بالاجهزة التالية بواحد البارو البارو متر الزئبقي البارو متر الزئبقي والبارو متر المفرغ البارو البارو متر المفرغ وعندنا كمان البارو جراف البارو جراف طيب نجي بعد ذلك نتكلم عن العوامل اللي التي تتحكم بتدبير الله في الضغط الجوي طيب نشوف العوامل عندنا العوامل التي تتحكم طبعا ده كله بتدبير ربنا في الضغط الجوي اللي هي درجات الحرارة درجات الحرارة تاني حاجة عندنا حركة الهواء الرئيسية حركة الهواء الرئيسية الرئيسية ثم بعد ذلك بخار الماء ثم بعد ذلك الارتفاع الارتفاع سطح البحر ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك توزيع اليابس توزيع اليابس والماء يبقى اللي بتحكم او بتتحكم في الضغط الجوي درجة الحرارة حركة الهواء الرئيسية بخار الماء الارتفاع عن سطح البحر توزيع الايه اليابس والماء توزيع اليابس والماء ايه نيجي بعد ذلك درس البعد كده اهو ده كده البرومتر المعدني وده الوروغراف نكون بالشكل ده كده طيب نيجي نشوف بعد كده الدرس اللي بعده الدرس الثاني والعشرون الرياح اعلم نشوف كده لأسأمل أسألال على الدرس ده يقول لنا هنا الرياح هي الهواء في حالة الحركة هل الرياح هي الهواء في حالة الحركة الاجابة ضحيحة تمام تضاف الرياح إلى اسم الجهة التي تهب إليها لأ التي قدمت منها الإجابة خاطئة تختلف الرياح في سرعتها واتجاهاتها بناء على مواقع الضغوط المرتفعة والمنخفضة؟ إجابة صحيحة طيب السبب في اختلاف الرياح وتنوعها هو اختلاف توزيع مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض؟ إجابة صحيحة؟ طبعا تهب الرياح المنسومية وفق نظام ثابت لا تغير طوال العام خطأ خطأ تغير الرياح الدائمة هي التي تهب في اتجاه محدد في النصف الأول من العام؟ الإجابة برضو خطأ حتى لو احنا كملنا الإجابة بعد ذلك هنا بقيت السؤال من العام ثم تهب في اتجاه مضاد في النصف الثاني من العام؟ إجابة طبعا خطأ هذه حركة الرياح نهارا ولا يلا طيب نجي نشوف بقى إيه الجهاز اللي بنقس به سرعة الرياح واتجاه الرياح سرعة الرياح الأنيمومتر تقاس سرعة الرياح بالأنيمومتر الأنيمومتر الأنيمومتر طيب طيب تقاس بقى إتجاه الرياح حاجة اسمها قياس إتجاه الرياح حاجة اسمها دوارة الاتجاهات دوارة دوارة الرياح نجي بعد ذلك بقى نشوف إيه يا أنواع الرياح طبعا يعني سؤال سالة جدا أنواع الرياح كده عارفنا سرعة الرياح بالأنيمومتر اتجاه الرياح بيه دوارة الإيه؟ دوارة الرياح طيب نجي بعد ذلك نشوف أنواع الرياح عندنا الرياح الدائمة والرياح الموسمية والرياح المحلية والرياح الإيه؟ أول حاجة أنواع الرياح 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 الدائمة والرياح الموسمية الموسمية والمحلية وفي عندنا رياح يومية تمام؟ في عندنا رياح يبقى كده عندنا أنواع الرياح آآ رياح دائمة ورياح محلية ورياح موسمية ورياح نكتبه هنا كده رياح يومية يبقى فينا كمان اتجاه كده يزوت هنا خانة كده رياح يومية يبقى رياح دائمة وموسمية ومحلية ويومية طيب نفرعها كده الرياح الدائمة الرياح الدائمة مالها؟ تكون عبارة عن ايه؟ رياح الدائمة هي عاملة زي الرياح التجارية تكون عكسية وبتكون كمان قطبية يبقى رياح الدائمة هي زي الرياح التجارية والعكسية والقطبية طيب الرياح الموسمية هي بقى المواسم الشتوية وصيفية رياح شتوية هي الرياح الشتوية مواسم ورياح صيفية موسم الصيف وموسم الشتاء وصيفية تمام نيجي بقى للرياح المحلية دي بتكون رياح باردة يكون رياح باردة مثل اللي هو اللي هو عندنا هنا البورة في ايطاليا والمسترال في فرنسا وعندنا كمان الحارة مثل السمو في وطننا والخماسين في مصر والهبوب في السودان دي كلها من الرياح المحلية تبقى تبع بلدان معينة عندنا رياح الباردة زي البورة في ايطاليا والمسترال في فرنسا وعندنا ليه حارة مثل السمو في في وطننا في السعودية والخماسين في مصر والهبوب في ايه في السودان طيب يومية مثل ايه بقى خد عندكم نسيم البحر عندنا كمان نسيم كلهم نسيم البر نسيم الجبا نسيم الوادي تمام تمام طيب استعمال بعد ذلك